بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا بالمحاضر السابقة على البلانجين فولز. نحن عرفنا في اللوه شنه البلانجين. نقلنا للبلانجين هي الزاوية المبانين. الهنجلاين والمستوى الأفقي. الهنجلاين هو المقاطل المراكز الضيئي. هذا كلها تسمى هنجلاين. وامتد معنا على جيلة طبقة. لما الهنجلاين هذي يا هي يميل على المستوى الأفقي خط الأفقي. كذلك نتكاد لدينا هنجين طيّم نقول فيها بلانش. طبعا في ايضا نقوله axis of falls is tilted. محورة طيّع. محورة تاني. عرفنا ان هذه محورة تاني ان هذه طيّع. وهذا هو الaxis متاحها. فالaxis في الحالة هي قاعدة في حالة في حالة vertical. لكن لما طيّع تميل بشكل تاني بأي شكل من أشكال. اذا اكسس في حالة هذه محورة محورة تاني. محورة تاني. اذا قد نقولها حتى axis of falls is tilted حتى هو عمام تاني. فهان هي عندي مجموعة عندي انتكلاين وصينيكلاين وانتكلاين اخرى. هذي كل بلانشين. وتكفشفا على السطح. وبجزء منها انصار لعملية تجبيه وتعريه. وبانا عندي في نهاية في الشكل الموجودة. لكن هذا هو الاتجاه لبلانشين. طيّع هذي هي صار لها تلتق باتجاه هذي. يعني الكائنها موجودة هكي. ما إلا في هذا الاتجاه. ونفس الشيء هذي هي بلانشين في الحالة هذه. طبعا هذي صورة توضح لي في بشكل كبير صراحة هو فقد هو في جهة ايران. ما نشعب شنه الماونتنز هذي بالزبط. اسم عنده اسم معين. لكن هذي مثال يعني شهير على البلانشينج فولت. وصار لعملية طبعا الفولت كلها بلانشين من اتجاه هذي. وصل لعملية تجوية وتعريه. فبانت عندي في النهاية بشكل بصورة موجودة عندي. نجو تولى الزوم والبيزن. يعني القبب والاحباط. دوم والبيزن. دومز تعريفها هي مورور ليس سيركورر اكويلانت أو انتكلاين. هو شكل دائري او شبيه بالدائري مكافئ. اكويلانت أو انتكلاين يعني مكافئة للانتكلاين. نفس شكل انتكلاين. لكن سيركورر. او سيركورر. يعني دائري او شبيه دائري. طبعا في الدومز نزج لأن يعني الصخور الأقدم هي اللي تكون موجودة فيهش في السنتر نفس قصة الـ Anticline اللي اخدينها الصخور الأقدم هي الموجودة في السنتر بينما في الـ Basin هو نفس التعريف More or least circular equivalent of sinecline بعدما الـ Anticline هو مكافلة لـ sinecline ويطلية المقاهرة وبالعكس بعدما الـ Older Strux هي الموجودة في السنتر نجد أن الـ Youngest Strux هي الموجودة عندي في السنتر يعني الصخور الأقدم هي اللي تقوست للأسفل ويطلية الموجودة في السنتر الـ Basin في الخريطة لما نجيه بنعرف نتعرف هنا على الـ Basin والـ Domes طبعاً نحن في أول محاضرات اخذتنا للـ Strike and Dip اخذتنا للـ Strike and Dip نحن عبطاً هكي ياهي Strike and Dip هذي شي مهم جداً في Structure Education فعرفنا نحن سيمبل رمز بتاع Strike and Dip في الخلايض فمجرد ما نجيه ننظر نشوفها ضياهي عرفنا أن الخط الطويل هو الـ Strike وخط القصير هو الـ Dip والمفروض أن يكون حاط عليها شون زمبها رقم زاوية الميل المتاحة فلذلك لما نجدنا الـ Strike كله الـ Dip كله يتباعدات في الاتجاهات مختلفة فهذا معناته أن الميل كله جاي في الاتجاهات هذه إذن فهذه الأمر الطبيعي إنه هي أيش؟ إنه هي دوم قبة بينما في المثال الثاني هو المثال بي نجد أن الاتجاه اللي كسير هو اللي ماشي ماشي يعني في نفس الاتجاه مقابلات بعضاً فإذن الميل كله في الاتجاه إلى الداخل الميل كله إلى الداخل فإذن حضاء مغربة عليه أنه هو بيزل فالمفروض نحن تولنا أن نحف نفرغه بين الدوم والبيزل بين Anticline والSignicline لأننا خذينا الرموز التاح عن Anticline وSignicline خذينا نحن أننا في عسهم بالاتجاه هذا إياه إن هذا إتجاه Signicline وإن هذا إتجاه هذا هو إتجاه Anticline وإتجاه Signicline نجو إلى عنوان الثاني اللي هو Fall Mountains الجبال الجبال المقوسة أو الجبال المطوية طبعاً أغلب الجبال تكونت في أماكن سمو فين Destructive Plate Margins يعني ألواح الهدامة Destructive يعني حاجة هدامة Plate Margins حواف الألواح الهدامة حواف الألواح الهدامة وعندي هنا أمتلة شهيرة حواف الألواح الهدامة على سبيل المثال فالفولد ماونتين يتكوناً وإما نجد أنه Continental and Oceanic Plains Collides Collides ونحن أخذينا أنواع الألواح التكتونية ونقلنا في Convergence ونقلنا في Divergence ونقلنا في Transform نحن هنا نحكو على ال Convergence وهي الهدامة في ال Convergence يما يحدث تصادم بين لوح محيطي وقاري يما يحدث تصادم بين لوح قاري وقاري وقاري عندينا مثال عن تصادم بين لوح قاري و لوح محيطي هو جبال انديز في أمريكا الجنوية اللي تكونت بنصد دريقات تكونت نجد لحدود تصادم بين لوح قاري و لوح محيطي ال Convergence مع Oceaneate أيضا في حالة تصادم Continental Blades يعني مع بعضا 2 Convergence مع بعضا لوحين قاريين تصادم مع بعضا وهذا المثال له هو جبال الهملايا موجودة في آسيا بصورة هذه أمتل أين موجودة السلاسة الجبلية؟ السلاسة الجبلية موجودة في حواف القارات وكل الظواهر الجيولوجية الغالب موجودة في حواف القارات من جبال وبركية وحتى الزلازل تحضب أكثرها في حواف القارات فعندنا هنا جبال الهملايا اللي هي موجودة في آسيا اللي هي نتجة عن تصادم شبه القارة الهندية وهي هذه مع اللوح الآسيوي مع إيري أسيا فلما تصادم مع بعضها تجد جبال الهملايا في المنطقة جبال الهندية كذلك في أمريكا الجنوبية سوف تصادم اتصادم بلاد طبعا البلاد عندما يحدث بناتهم تصادم أول شيء تصادم يحدث ما بين لوح قاري وقاري أو لوح محيط وقاري في الغالب القاري وقاري يحدث تصادم بناتهم لأنه هنا متسويات في الكتافة أو كتافة متشابهة فما فيش لوح هيقضس لوح تحت لوح تاني لأن الكتافة متشابهة فهي تصادم بلادها في حال التصارب ما بين لوح قاري و لوح محيطي فإذا يكا إما ما فيش إطاقة ترينش عشان يصير في عندي أو في الغالب إن الكتافة ممكن فعلا تكون متقاربة فإذا يحدث حصل بناتهم التصادم في حال التصادم ما بين اللوحين فالمواد النقطة التماسمة بين اللوحين في اللقاط المواد السخورة موجودة في النقطة هذيه وين بتصعد؟ تصعد إلى الأعلى مش هتكا تنزل الأسفل فهذا كا لما يحدث التصادم على مداري عن ملايين السنين نحكو نحكي نحكي نعلي طاق نحنا هنا على ملايين السنين فالمواد هذيه هتكا تتعصر بعضها وتدفع بعضها شيئا فشيئا وحتكا تتطلع إلى الأعلى وتتشوه يعني هي تطلع إلى الجبال فيهن فولس مختلفة وفيهن فولس فيهن تركيب جيولوجية عدة والطريقة هذي هي نفسها اللي صارت لجبال الهيمالايا لأنها تصادم اللوح شبه القارة الهندية مع هنا عندي ميكانيزم ثانية كيف يحدث التصادم وهي نفس الطريقة التقريبية نفس الطريقة اللي صارت فيها تصادم وبين الهيمالايا وبين الانديان بلاي تبتونيك على كل حال لو فرضنا أن يناهن اللوحين قاريين وما بيناتهم يعني محيط أو بحر والبحر رضي هذي صارت عملية ترسيب على مدى ألاف ملايين السنين وتعبى بالرواسب في المرحلة التانية صار عندي رواسب وتعبى الجزء كبير من البحر رضي هذي بعد فترة اللوحين هذي صار عليهم حركة صار عليهم حركة صار عليهم حركة في اتجاه بعض فلذلك المواد الموجودة في النصة الحوض الرسيوبي الموجودة في النصة دهو يتقوم رواسب عدة خللت من الرواسب فحينطحن وحيصعد إلى الأعلى متشوه ومكون لي سلاسل جبلية هذا يعني بشكل مختصر بسيط وتقدروا اللقاط اللي موجودة عليها بالتفصيل لكن هو نفس الخلاصة طبعاً بعد هذا كلنا نجو نحن شو أهميتها نحن Structural Geology Trillium and Separation طبعاً عرفنا نحن في فولتس وحنعرفوا بعدين ما في فولتس وحنعرفوش نوع عن فولتس وفي أشياء عدة لكن على سبيل المثال فولتس فولتس أهميتها كبيرة جداً جداً لأنها هي الأساس في المثال 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 فمعرفتها ومعرفت إنه الأفضل المثال 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 على مدى الاستكشاف بشكل عام. هنضحهم هنا في الاستكشاف بشكل عام. نفس الشي في السولت دوم. هناخدوا بعنية شون هي السولت دوم في الشبات الثانية إن شاء الله. وكيف ان السولت دوم هذية تأثر لي على الطبقات اللي فوقها وكيف ان هي تخلق لي نظر ترابسي عن طريقة خلق فولس. عندما يصبح فولس فوق هن ستنزل سانستور مقابل الشي. ستخلق لي بس ترابس. هني عندي ترابس عدة. هذا كله نتج بش. نتج لان في عندي هنا السولت دوم. رفعت لي بعض الرواسب. غيرت الاتتتود متاحا. وخلقت لي روزرفوارس عدة. ترابس عديد ترابس. نجود أولا للجوينت. اللي هو التعني بتاعنا هو الجوينت. اللي هن التواصل او الشخوق بشكل عام. شنو هو تعريف الجوينت. الجوينت هي هي أسطح فصل. يعني شق. مكان صار فيه تشقق. لكن ما صارتش عليه أي نوع من أنواع الحركة. صار بس عندي شقق. وقعد تابت كيف ما هو. وما صارتش عليه أي حركة. يعني إلا بشت لا كتل نزلت ولا كتل نزلت ولا كتل نزلت. طبعا عنده two walls of the resulting operating typically remain in tight. إن هو يقول إن الشق اللي صار عندي ذايا لو عندنا فرضاً هذا إياه الساس بشكل عام نحكوه. وهذا إياه يصار عندي شق. هذا هو الشق بتاعنا. فقعد عندي كتل علمين وكتل علي صار. الكتل علمين وكتل علي صار. الكتل علمين وكتل علي صار حيظ حيظل في حالة تلاصح. عند نقطة الشق. حيظل في حالة تلاصح. يعني ما يصارش أي نوع من أنواع الحركة. من أنواع الحركة. وحيظل في حالة ضيق. يعني الشق متاعي حيقعتنه مازال محافظة على الضيق متاعي. يعني أوقات ما تدرش حتى تخشش فيه أي شيء. فهذا هو تسمى joint. طبعا الجوينتش ينتجن في المناطق اللي يصيران فيها بيجون على tectonic. يعني المناطق صاراً فيه تصادمات ألواح تكتونية مع بعضهم. صار فيه أحدات تكتونية كبيرة. صار فيه أحدات تكتونية كبيرة. صار فيه مقارات مع بعضهم. فالتصادم هذي هي حيخلخلي السخور. زي نقول بالعربية هي. حيصير فيه خلخلة في السخور على أماكن الضعف متاحاً. فحيخلق لي إيش تشققات. كيفما أنت والله تدفع في خرسانة كتل خرسينية تتخبط فيهن أو تدفع فيهن. حيصير فيهن نوع من أنواع الشقوق. أيضاً طبعاً نحن قلنا لما أكد يصير فيه تكتونية بشكل عام. إذن حتى ما دام فيه تكتونية معرفة في عندي فولدين في عندي فولتين. حيصير. أيضاً فيه فولت فيها جونت مصاحبة للفولز. في جونت مصاحبة للفولز في جونت مصاحبة للفولز. لأنه عندما يصير عندي فولدينان بيصير عندي انتناء للصخور. الصخور هذه عندما تنتناء. أكيد مستحيل ما ما يتبعيش يصير فيه أي نوع من أنواع الشقوق. صح هي هي داكتل وصير العملية انتواء. لكن الانتواء في نهاية بكة هذه هي صخ. فالصخ لا بد يصير فيه تشققات يعني. لا بد مع صار عملية انتناء ما صار شي انكي صار كامل. لكن هيصير فيه إيش. هيصير فيه تشققات. وحتى في حالة الفولد. لو صار عندي فولد. يعني كتلة قت وكتلة انزلت. فالحالة هذه هي نظراً لتحرق كتلة مقابل كتلة أخرى. سيصير فيه اعتزاز. سيصير فيه حركة للصخور. الحركة هذه هي ستسبب ايش. ستسبب التشققات على الصخور الموجودة. على الفولد. على الهينجي بولد. سنفتون بعدين للشرطة بتاع فولد. طبعاً يقول لك داك 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 داك. أوقات عندي نفس سبسيرفس عندي فولد عالي. ضغط سوائل عالي جداً جداً. فضغط سوائل من خشف الصخور. من يعطي ضغط عالي جداً جداً. حيسبه بنوع من نواع الـ فراجشور. ي Legendary is unique in this situation. نشبهوها بآملية الفراك. الفراكشور. عملية الفراكينج التي تحدث في الأبار وهو يقولها في جب فراكينج جب فراكينج هذا هو أساساً إنهما يضخوا في ممية ومعها حبيبات سان ومعها بعض المتيري الأخرى يضغط عالي جداً جداً فنتيجة إن السخور مش حذرتها تتحمل الضغطة دياه فهيتسبب لي نوع من نوع هيتسبب لي تشاقوقات في الصف فالتشاقوقات هي تسهلي عملية الإنتاج و تزيد برما بريتن تحتاج الصخرة فهي نفس العملية لما يقدر أنها عندي ضغط عالي جداً سوائل تحت ضغط عالي جداً و تقعد تسدفعلي في الصخور و تقعد تسدفعلي في الصخور فهي تسبب لي تشاقوقات هي نوع من نوع الجوينت طبعاً عندي فيه مستحيل لنعرفون شيء اسمه جوينت سيت نعرفون أنه هو مجموعة من الفواصل للهاء أشكال و إاتجاهات متشابهة و هن في الغالب يحتم في نفس المكان الشيء الثاني اللي هو جوينت سيتم اللي هو لما كنا عندي بجstick و هن عندي 2 or more أوسات يعني سيتس نعني 2 or more سيتس اجني إلاء أشكال مختلفة requires و بجعله أشكال تانية يؤسد هنا كمl uğ 2017 لأن عندي 2 or more أوسات هذي 6 و هذي 6 فخلقي أشب erhalten جونت سيستم. نجم العنوان الجيوميتري. الجيوميتري هو الهنسة متاع الجوينتس. هنسة الجوينت هي المقصود به اتجاهاتهم ومقياسهم واشكالهم وتراجكتور وزمتاح المساراتهم والمسافة بيناتهم ونقاط التقاطع ونهاياتهم. عندنا ثلاثة انواع. عندي بيدين كونتين جوينت. عندي سيستيماتيك جوينت. عندي نون سيستيماتيك جوينت. هنالتواصل او التشققات المحصورات في طبقة واحدة. يعني عندي عدة طبقات. بمثال غياي. فعندى الطبقة الف النص على سبيل المثال ان هاتي طبقة وهاتي طبقة. وعندى طبقة الف النص فيها مجموعة جوينت. يبدأ من فلاية الطبقة لنهايات الطبقة لكن مانش ممتدات للطبقة الفوقن ولا للطبقة الى تحتها. طبع مش ضروري انهن يكون هنا طبقة ممكن هي بيدين. بس هي طبقة واحدة فورميش. واحد لكن في عدة شنو عدة بيدنج بيدنج سيفس قليلا عرفنا شنو هو بيدنج إن مجموعة طبقات يطبقان فوق بعضهم فممكن تكون جوينت موجودة في النقطة هذي فقط وممكن تكون موجودة في النقطة هذي فقط ماهيش ممتدة للطبقات الفوق منه وماهيش ممتدة للطبقات التحت منهن فهديها محصورة بطبقة واحدة فإذن نسمو فيه إن إحنا بيدنج كونتين جوينتز تيربينات اتتوب انتبوتم افتز يعني ينتهن في أعلى وأسفل الطبقة بينما السيستيماتيك جوينتز هنه جوينتز تشتغل بي رفل البلاران جيمتري يعني مستقيمة جوينت مستقيمة يعني المسارات المتاحات للمنحق للناع السطح نشوفه المستقيمات They have relatively long traces and typically form seats of approximately parallel and almost equal spaces يعني بمعنى إن مسار الفاصل متاعنا أو التشقق والإشاق متاعنا المسار الأتر متاعنا نشوف فيه البانع السطح مسارات طويلة لونغ تريسس يعني مسار طويل بكل اضافة الى انهم المسارات هذين نشوف فيه هنا متوازيات تعاليات موازيات لبعضهم ايضا المسافة ما بين الشق و الشق المسافة ما بين الجوينت والجوينت شبه متساوية كأنها مقسم بشكل متساوي هذا في السلسيماسيك جوينت يعني كل حاجة فيها منظمة من هنا جاء التسمي نشوفهم من شكل المتاح نشوفهم شكل منفضي اما النص السلسيماسيك جوينت حيكون عكس السلسيماسيك اكيدا فهنا يعني هنا قصيرة و يعني منحنيات باشكال مختلفة والمسافة ما بين الجوينت والجوينت يعني عشوائيا في موقعات نجد مسافة كبيرة نجد مسافة قصيرة ما هيش منتظمة وفي الغالب النون سيستماتيك جوينت ينتهن بمقابل سيستماتيك جوينت هنشوفوه في الصورة اللي بعدها طبعا هنضمتال على السيستماتيك جوينت نلاحظ ان مسارات بتاع الجوينت بتاعه ذي كلنا فواصل 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 أيضا فيه فواصل جديد متقاطعات لها فنلاحظ ان المسافات شبه متقاربة ومنتظمة وموجودة حتى بمنظر جميل نوعا ما أما النون سيستماتيك جوينت فهي عشوائية الجوينت فمسارات متقصيرة ومنحانية وفي الغالب ينتهن إيش عند السيستماتيك جوينت وهذا السيستماتيك سيب واحد ثاني لكن هارة صورة مهيش كاملة فهذينا نقدر نقول عليه النونت سيستماتيك اللي في النص هدا الإيري هذي كلها هذي نونت سيستماتيك ينتهن أجينس شنو ينتهن في نهاية السيستماتيك جوينت اللي هو واضح ان شاء الله تكون الفكرة متاعه واضح كويسة بالنسبة للجوينت في الفولز الاماكن اللي يصير فيها عنده الفولز حيكون فيه جوينت مرافقة طبعا نحن عارفين ان اوكي انه يصير عندي فولدينج وانه هو داكتايل لانه هو صار في انحنا لكن انحنات هذي مرافقة لها شو جوينت فيه جوينت مرافقة لها فعندنا اربع انواع من الجوينت المرافقة ليش للفولز اول شيء اللي هو الجوينت هي موجودة بشكل موازي للأجزي الفولز هذا الفولز فالجوينت نقوها موازية للأجزي الفولز وفي الغالب تكون لي فان اراموند الفولز الشكل هذي هي فان كيف شكل مروحة اراموند الفولز دانا هي تتعدد تكرر 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 لما تتقاطع في النقطة هذيها هتكون لي كيف شكل المروحة الكروس جوينت الكروس جوينت هذي هي موجودة بشكل متعامد على الأجزي الفولز يعني تقطع الزاوية قائمة هذا الأجزي على الفولز وهذا الكروس جوينت سيكون لي زاوية قائمة فهو يقطع موجود بشكل متعامد على الأجزي والنوع المثال له هو النقطة الدياجونت في الغالب نلقوهن الزاوية قائمة طيب زاوجين من الجوينت ميلات على الأجزي الفولز يعني البصور موازي بالتكار بجلب من الجوينت جوينت مسئم دفع هذين هذي واحدة و هذي اثنين موجودات بشكل مائل على ال etsesvt. و موجود في الغالب و هذين قطعن بعضن اثنين ميلات على ال etsest. نفس الشيذي هانياهي هذا واحد وهذي اثنين ميلات على ال objet Excess of Foles نفس الانتكلاين هذي ايه نفس الانتكلاين هذي ايه هدا هو اتجاه السترايك فهنا يكون اول حاجة بارلل موازل اتجاه السترايك ثاني حاجة نقوله هم مقطوعات بالكروس جونت يعني الكروس جونت يقطع لي فيش باللغانية الجونت هذي ايه فنسميه في الحالة هذي ايه اه ترايك جونت اكي ان شاء الله نكونوا وضحنا كل شيء يقص الاجونت وان شاء الله تكون الامور واضحة ولو في اي استفسارات تقدر تسئلوا على صفحة اشتركوا في القناة